في الوقت الذي تنهامك الحكومة الاتحادية بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة لعام 2018 شن مقرر اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي العضو في الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد رشيد هجوما لاذعا على الإجراءات البرلمانية والحكومية في بغداد لتمرير الموازنة عدا حصة الأقليم فيها الأسوأ بإقرار حصة مقدارها 12.67% بدلا من 17% واصفا تغيير اسم إقليم كردستان إلى محافظات إقليم كردستان في الموازنة مؤشرا قطيرا نحو تقويض النظام السياسي والاقتصادي في كردستان إن الموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ 108 تريليون دينار وحصة كردستان فيها الأدنى ويسعى العراق إلى إنهاء كل المؤسسات الدستورية في الإقليم مما يتطلب وقوف الأطراف الكردية بوجه هذه الإجراءات خبراء في الشان الاقتصادي اعتبروا التخصيصات المالية لإقليم كردستان في الموازنة العامة واقعية في ظوء ما تحصل عليه البلاد من مردودات مالية وفي ظل أسعار النفط العالمية الحالية بالمقارنة مع الأعوام الماضية 17% في ظل أسعار نفط مرتفعة كانت كافية لسد احتياجات الإقليم الآن الوضع الاقتصادي مختلف تماما أسعار النفط مختلفة حصة إقليم كردستان من الموازنة وإن بقيت على نفس نسبة ولكن كمبالغ مطلقة هي أقل بكثير من السابق مواطنون كرد ورغم تخفيض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية إلا أن بعضهم أبدى ارتياحا لبعض بنودها المتعلقة بدفع رواتب موظفي الإقليم بشكل مستمر في حين بدى القلق على آخرين لإمكانية تقويض التطور في الجوانب العمرانية والخدماتية التي شهدت نموا كبيرا في الإقليم بالعوام الماضية أشارات سلبية يبعثها الكرد قبل تمرير بغداد موازنة 2018 واصفين إياها بالأسوأ منذ إطلاق الموازنات بعد 2003 من أربيل يوسف المندلاوي الحرة